استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات منهم في قطاع غزة برصاص جنود الاحتلال وبالاختناق جراء الغاز المسير للدموع خلال اشتباكات شهدتها جمعة انتفاضة القدس ضمن مسيرات العودة الكبرى المشاركون في المسيرة قاموا بأشعال الإطارات لحجب الرؤية أمام قناصة جنود الاحتلال فيما وقعت عدة حرائق في غلاف القطاع منذ الصواح وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أطلقت اسم جمعة انتفاضة القدس على مسيرة اليوم وشددت على أهمية تحويل حواجز الاحتلال في الضفة إلى ساحات اشتباك مفتوحة التحاما مع مسيرات العودة في قطاع غزة ودفاعا عن الثوابت والمقدسات وتصديا لسياسات الاستيطان والتهويد مؤكدة أن مسيرات العودة مستمرة رغم محاولات النيل منها وإضعافها ترجمة نانسي قنقر